انا بشكركم جميعا عن يعني النهاردة على اليوم دوت وعلى الكلام المهم اللي احنا قلناه سواء في الطرق او في الاسكان او اي موضوعات تم طرحها خلال المناقشة ديت وارجو ان ده يصل لنا كلنا كمواطنين وكمسؤولين عن الدولة ديت والحقيقة يعني كنت دايما اقول يا جماعة وانتو بتصوروا يعني الدكتور عسم كان هنا جاب سن العجوز وجاب المدابغ وجاب ده مهمة قوي واحنا بنوري الناس ليه احنا بنعمل كده دكتور مصطفى انا بتكلم في الاعلام حتى ان هو لو بيجي نقول له ادي منطقة المدابغ اللي كتبته يعني مش متصورين احنا حنعمل فيها ايه لان كتير من الاحيان ما احنا بنجي نعمل بالنمج من ده يوم الناس تقول لك ده فيه مستثمر مش عارف هياخد المنطقة ويعملها حاجة وده يمكن يكون شغل من الناس اللي بيعملوهم اللي يعني اه 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 مفيها ما يعرفوش يعني لأ طبعا انا مش حق مش حق يعني اه اه والمستثمرين بيروحوا في الحتة اللي هي انا اسف يعني اللي هي مفيش فيها مشكلة اه عايز التجمع عايز العالمين عايز العاصمة عايز الجلالة اماكن يعني مش حي مش حي مش حتبقى حاجة جميلة في وسط حاجة متعضعة لكن احنا كدولة احنا هدفنا ان لأ نحسن حياة موطنين وعشان كده يمكن لو كان كان مننا الافلام دي دكتور عاصم بالمنشآت بالشكل والواقع اللي كان موجود ثم فيلم صغير كده وانتوا وانتوا يتطرهول يعني في العرض بتاعكم بيتورين الشكل الحي وده شكله ثم بيتورين بنزيله ثم بيتورين الشكل اللي احنا وصلنا له فده الموطن يعرف احنا بنعمل كده ليه ليه احنا بنخش ويمكن يكون هو بس احنا ما بنجيش عليك احنا ما بنجيش ايه ما بنجيش عليك احنا بنعوضك يعني احنا مش بنقول احنا هنعمل جديد يالله انت لا 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 احنا بنعوضك يعني وبسعر مناسب جدا جدا ومش احنا اللي بنحدده ده ده هيئة بتقوم بتقيم المكان ده يسوي كام بالمتر وبالغرفة ولا انا مش اخب بالها دكتور عاصر انا انا بتكلم حتى لو بنفتح طريق او لو بنزيل عشان نعمل نغير شكل الحياة اللي موجودة ونحسن هو النهاردة المنطقة بتاعت المدابغ يعني احنا انا افتتح حمد يا دكتور عام مصطفى انت وعدتني اخر السنة اللي فاتت صح يا دكتور عام مصطفى صحيح بس يعني خصائص التربة صعبة جدا انا ماليش دعو ان شاء الله 36 افهم دم تكون منتهي كلها خلاص انا قربنا نخلاصها كامل المشروع 36 بس هو كده لما تيجي تشوفوه هتقولو اللي هي دي منطقة سكن اللمون مش كده ولا السكر واللمون وكده هو ده اللي كان موجود اه تبقى كده ايوه تبقى كده نقدر نعمل كده نقدر لما نحط ايدنا في ايدين بعض كلنا نقدر نعمل كل حاجة حلو فانا بوجه الشكر لكل القائمين على الشغل اللي بتعمل ده ولسه لسه بدري قوي دمكو كتير شكرا جزيلا